بسم الله الرحمن الرحيم حبايب ازايكم عاملين ايه? بتمنى تكونوا بخير يا رب كلكم وفي احسن حال واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي وفيديو النهاردة هيكون عن تنظيف الشواية او جهاز الوافل او سندوتش ميكر او يعني لها اسماء كتير جدا جدا الشواية اللي احنا شايفينها دي بناء على طلبكم بنات كتير جدا من اللي عندهم الشواية من النوع ده لما بعمل حاجة فيها يعني بيسألوني دايما لما بيستخدموها بيبقى فيها بواق دهون لزقة وصعبة التنظيف جدا جدا بيعرفوش نظفوها كويس النهاردة جايلكم بطريقة سهلة وجميلة لتنظيف الشواية دي بمنتهى السهولة هنشوف مع بعض ان شاء الله تعجبكم جدا طريقة التنظيف بتاعتها بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة عايز اعرفكم على قناتين حلوين قوي او القناة قناة يوميات فتوكة بنت فتكات ودي قناة طبخ جميلة ومميزة وكمان قناة تانية وهي قناة ايمان هندي ميد قناة مبتدئة عايزين نشجعها والقناتين حلوين لكل اللي بيحب الطبخ والاعمال اليدوية هيلاقوا حاجات حلوة جدا في القناتين دول وهسيب لكم روابط القناتين في صندوق الوصف بتمنى منكم تروحوا تزروهم وتشتركوا معاهم وتشجعوهم وبقولهم ربنا يوفقهم يا رب ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة ودي كده شكل الشواية بتاعتي بعد ما كنت مستخدمها وقلت بقى هننضفها سوا دي كده شكلها بعد الاستخدام طبعا بتعمل عليها حاجات كتير ممكن نشوي عليها نعمل سندوتشات عليها فطائر اي حاجة فدي بتبقى بوائي كده الحاجة اللي لزق بعد الاستخدام وطبعا بتبقى صعبة جدا في التنظيف هقولوك على طريقة جميلة للتنظيف بكل سهولة اول حاجة هعملها هحط الفيشة بتاعتها واشغالها علشان تسخن كويس جدا اشغالها عادي جدا علشان تسخن دلوقتي خلاص اشغلتها وبتكون اللمبة الحمرة بنورة ولما اللمبة الخضرة بتنور بتبقى كده سخنة كويس جدا او على حسب اي نوع برضو عندك يعني حسب النوع بتاعك بتشوفيه بيسخن ازاي تسيبيها لغاية ما تسخن كويس ودلوقتي بعد ما الشواية سخنة كويس جدا زي ما احنا ملاحظين اللمبة الخضرة نورت يعني كده وصلت لانها سخنة جدا اللي بعمله دلوقتي بافصل الكهرباء عنها بشيل الفيشة واقفلها خالص ونفسل الكهرباء تماما عنها وبعد كده بجيب منديل مطبخ بيكون مبلل بالشكل ده مبلول كويس بالمية وهي سخنة كده بحط منديل المطبخ عليها وطبعا بقفل تاني وبيطلع طبعا دخان لانها سخنة جدا والمنديل طبعا بارد بسيبها كده بقى لغاية ما الدخان يهدى وهي تبرد تماما زي ما احنا ملاحظين بنلاقي ان المنديل امتص كل يعني الحاجة اللي كانت على شواية دابت من السخنية وامتصها المنديل ولزقت فيه بالشكل ده دلوقتي باخد كده اي زوايد بس كده معايا بص المنديل بقى شكله ايه يعني كله اتملأ اي حاجة كانت لزقة على الشواية تلعت معايا في المنديل وبتخلص منه دلوقتي انا عندي القطع دي بتتفك يعني بتتفك لانها بتتغير فانا هفكها واخسلها كويس بقى على الحود لو اللي عندك النوع اللي عندك يعني القطع دي سبتة ما بتتفكش يعني مفيش القطع دي بتكون سبتة هتنظفيها بقى في مكانها انما انا اخدها على الحود انظفها كويس جدا بالصابون والخل وسبونشة الموعين وبمنديل كده بلاقي دهون سايحة وكده بلمها وبالما جيه نظفها تاني كويس من الداخل برضو ومن الخارج ودلوقتي لتنظيف الشواية من الداخل بيكون معايا البخاخ اللي بعمله في البيت ده اللي هو متعدد الاستعمالات بنظف بيه حاجات كتير جدا وبفوت التنظيف كده وببخ منها وببخ من البخاخ اللي معايا وبنظف بقى كل الجزء ده وبفتح الشواية كده يعني لو الشواية عندكم بتتفرد كده تفردوها علشان نعرف ننظفها كويس وبنظف بقى كل مكان والمكان ده طبعا اللي في الهيتر اللي هو بيسخن ويسخن لنا القطع اللي بنكون مركبينها ونشتغل بقى عليها عادي بنظفه كده من كل مكان بيكون برضو نزل عليه بواقي اي دهون او اي حاجة اثناء الشغل على الشواية بنظف الجزء ده وبتعقم طبعا من الخل لان البخاخ بتاعنا في كمية خل كبيرة وعايز اقول لكم مكوناته بالمناسبة بيكون عبارة عن كباية خل ونص كباية مية ومعلاقة كبيرة اي منظف سائل انا بحط معلاقة كبيرة من الجنرال او اي منظف سائل من بتاع الموعين العادي وبعد ما نظفتها من الداخل كويس جدا بفوت انظيفة تانية وبردو بنفس البخاخ برش عليها وبنظفها بقى من برا كويس جدا من اي بقع موجودة فيها بتنظف برضو وبتلمع وبتتعقم معانا من الخل وبنظفها كده من كل مكان زي ما احنا ملاحظين كده ودلوقتي دي الاجزاء بعد ما نظفتها بقى في حود المطبخ هركبها تاني غسلتها بصابون الموعين السائل وشوية مية وشوية خل وبزبونشة الموعين عادي وكمان فرشة التنظيف الصغيرة دي او فرشة اسنان تكون مخصصة يعني للتنظيف علشان نقدر نتحكم في تنظيفها كويس وطبعا كل حاجة فيها بتطلع بكل سهولة وبتندف وبتتعقم كمان من الخل وبركبها بقى طبعا هي بتتركب بالشكل ده ودي شكلها كمان من برا ندفي توليمعيت وبقت زي الفل وعايز اقول لكم طريقة التنظيف دي بتنطبق على اي قطعة من الشوية دي مثلا القطعة بتاعت الوفل بعد ما نستخدمها او القطع دي او القطع التالتة يعني هي لها تلات اشكال من القطع بتاعتها كلهم يتنظفوا بنفس الطريقة وعايز اقول لكم ان الشوية دي نوعها كينود وعندي بقالها اكتر من خمس سنين بيجي لي اسئلة كتير عليها يعني جدا جدا لما بستخدمها معاكم نوعها وتمنها وكم وات واسئلة كتير جدا جدا انا هسيب لكم برضو يعني كنت عاملة فيديو سابق ريفيو عنها في كل التفاصيل اللي بتسألوا عنها دايما هسيبه لكم في شاشة في نهاية الفيديو للي حب يعرف كل المعلومات عن الشوية دي يشوفي الفيديو ده هسيبه لكم ان شاء الله وبتمنى كن فيديو النهاردة كان مفيد ويعرفته طريقة سهلة لتنظيف الشوية بتاعك وتتنظف بكل سهولة زي ما شفنا وما تنسوش بقى لايك وشير لي الفيديو ولا اول مرة يشوف فيديوهاتي يناورنا واشترك معانا في القناة الف مرحبا بي ونتقابل على خير ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة